الجواب بيبان من عنوانه زي ما بيقوله وحكايتك يا بوسينا بينا من أولها استسلمتي وخدتي شوية مشاعر مراقة جواكي من غير ما حتى تروحي تشوفي رأي حد كبير ينصحك أو يواعيكي ويقولك إنه مش أول حد يخبط على قلبنا وإحنا صغيرين نفرح ونجري ونفتح له الباب وإحنا مش عارفين ولا فاهمين هو مين أو عايز إيه أو هيعمل فينا إيه حد يفهمك الفرق بين شوية مشاعر مراقة وبين حب الناس العقلة اللي بتحكم عقلها وقلبها الاتنين حد يفهمك إن الجواز ده مش مجرد حب وخلاص لأ سكينة وموادة ورحمة ومسئولية وعشرة هتدوم العمر كله يعني أهم حاجة نتقنى في الاختيار راجل هيكون أبو عيالك لازم يشكروكي إن جبتولهم قبل زي ده مش يعودوا كل ما راجلك ليه ماما عملت فينا كده ماما بدل ما قولك ليه جوزتي راجل زي ده يا شيخة يعني لأ بجد شفتها وسمعتها على لسانة عيالك تي أنت جوزتي الراجل ده يا حوار ما جلايتناش أب بقى وحش من كده جايز تكون عائلتك ما عرفتش إنه تستوعبك أو تتصرف صح أو تصحبك كويس أو يبقى ليه مرد فعل تاني ممكن يكون رد فعلهم كان عنيف جدا فخلاكي تعنيدي وتتمسكي بالولد ده أنا بقى هسميه ولد عشان ما كانش ينفع بس برضو إنك في سنوية عامة مش صغيرة أنت كبيرة صحيح يعني عندك ألف حد ممكن تلقيله ممكن عندك مدرس ليكي حد بتحبيه ممكن حد من كبار البلد عندكو ممكن عمتك خلتك حد من أمهات صحابك إيه اللي خايف على نفسه ومش عايز يعمل حاجة غلط ما بيغلبش بس أنت بحتي ماشي تحددت الدنيا كلها مع إنك في الحقيقة كنت بتعندي نفسك سبحان الله رغم إن باباك يقسي عليك يجامد وقالك أنا مليش دعوة بس الزمن وراك إن هو صح ودلوقتي لازم تروحيله تروحي تحدنيه وتتأسفي وتعياتي وتقول له أنا خايفة ها ممكن يموتني بجد وشفناها كتير أو عيت صدقي إن هو تخلى عنك أو ملوش دعوة بيكي هو أكيد بيقول كده من وراء قلبه بس أنت لازم تقول له الحقيقة وتقول له كل حقيقة بتحصل قولي له إن اختيارك كان غلط وما تبقيش خايفة وما تبقيش ندمانة أو إنه ممكن يرمي لك كلمتين أو إنه هما ممكن يزلونا حتى لو كانوا بيحبونا ومش بيزلونا هما بيقولونا كده عشان إحنا نتصرف بعد كده صح ويفكرونا شفنا الجرائم دي كتير وما بيبقاش كلام وخلاص لسه حتى كان على الإنستاجرام من فترة كانوا منزلين بوست زي ده أنه بنت قالت لولد من الولاد أنه لا أنا مش عايزة أكمل معاك وكانوا مرتبطين بالكلام يعني ومرتبطين أو كده فجي وجاب المطوة يعني كسر عليها بالعربية نزلها من العربية جاب مطوة وقعد يقطع في في إيديها وعملها قطعين في وشها جابوا الولد ده يعني الشرطة جابته في خلال 24 ساعة أو 48 ساعة بالكتير يعني يتعامل فيه اللي يتعامل فيه مشكلة اللي بيتعامل في بناتنا أنا بقول يعني للأهالي بعد إذنكو لو ما فاش إساءة أدب لما نخلف نربي لأنه العيال دي هتعمل لنا مشاكل بجد وعايز أعرف هو إيه اللي بقى يحصل في مجتمعنا دلوقتي يعني إيه النفسيات اللي بقى تحصل دي يعني إيه هي مش عايز أتكمل معاك ما تخلي عندك كرامة يا أخي هتضيع مستقبلك عشانها هو فيه حاجة اسمها من الحب ما قتل هتعمل لي فيها شهيد الحب بتعمل إيه نفسي عارف دماغهم بيبقى فيها إيه وليه تقبل أن حد يعمل كده مع أختك لو أنت تقبلها يا سيد إحنا ما نقبلاش إحنا عندنا رجالة وعندنا نسمة ربية أنا بقول لكل حد بيتفرج علينا احترم نفسك طالما هي قلت لك يا مش عايزك كل حصل حصل تمام وإنتي كمان لأنه في بنات يعني بنات ما بتعرفش تعمل اللي أنتو بتعملوا ده بس يبقى عندك كرامة اتفقنا سمعتني كلام دكتور هاني في الفقرة اللي فاتت سمعتني كمان كلام المحامي ممكن نعمل له حاجة بعدم التعرض أو أن البلد كلها تعرفوا وعايز يعمل إيه بلاش كلام فاضي بقى لشماتة بلد ولا ناس هتتكلم عليك يشماتوا يتكلموا يقولوا أحسن ما تضيع عمرك كله يا بنتي نزل يتعلمي بقى وهستنى منك رسالة بتطمينيني فيها عملتي إيه وهستنى منكم كلكم كل اللي تفرجوا علينا وكل اللي شافوا الجرائم اللي بتحصل دي ممكن نعمل إيه لو نعرف نساعد بعض إن الموضوع ده ما ينتشرش لأنه واضح إن فيه مشاكل كبيرة قوي ممكن يحصل أكتر من كده هستنىكم في قصة جديدة بس تكون حقيقية باي باي